بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير في الآية السابقة بينا موقف أهل الكتاب من المؤمنين حيث إنهم يحسدونهم ويحبون أن يرجعون المسلمين كفارا مثلهم فأمر الله المؤمنين بالعفو وصفح عنهم هذا موقف المؤمنين من أهل الكتاب إلى أن يأذن الله بالفرج حتى يأتي الله بأمره وفي هذه الآية الله تبارك وتعالى يأمر المسلمين بالصلاة والزكاة ليتجاوزوا آثار تخريب أهل الكتاب وليتغلبوا عليهم وأقيموا الصلاة لتقوية أنفسكم بربطها بالله تبارك وتعالى الله ذو القوة غير المتناهية فيمدكم في مقابل أعدائكم فأن الصلاة توجب توثيق عرى الإيمان وتسبب اطمئنان القلب فلا يتأثر الإنسان المصلي بالشبهات ولا ينهزم أمام العدو حيث تعينه على الصبر وتحمل الأذى كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وفي الحديث الشريف أقيم الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا يقبل الله الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وإن أعظم طهور الصلاة الذي لا تقبل الصلاة إلا به ولا شيء من الطاعات مع فقده موالاة محمد وأنه سيد المرسلين وموالاة علي وأنه سيد الوصيين وموالاة أوليائهما ومعادات أعدائهما هذا أولا وثانيا وآت الزكاة الزكاة يوجب التكافل الاجتماعي تقوية للفقراء حتى لا تسبب حاجتهم تأثرهم بالكفار فإعطاء الزكاة موجب لرفع حاجة الفقراء فلا يبقى هناك منفذ يدخل منه أهل الكتاب فيستغلون فقر الفقراء ليدعوهم إلى الكفر أو ليحولوهم عناصر تخريب في المجتمع الإسلامي وفي الحديث الشريف وآتوا الزكاة مستحقيها لا تؤتوها كافرا ولا منافقة قال رسول الله صلى الله عليه وآله المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم الله والحاصل على المؤمنين أن يواصلوا طريقتهم ويعملون حسب البرنامج المرسوم لهم من قبل الله تبارك وتعالى فعليهم بعد العفو الصفح عن أهل الكتاب أن يستمروا في برنامجهم العبادي والاجتماعي فأن ذلك سبب لتقوية الفرد والاجتماع ويتجاوز آثار تخريب الأعداء وما تقدموا لأنفسكم من خير أياً كان هذا الخير وبعد ذكر الصلاة والزكاة تم التعميم بكل أعمال الخير وأنها ستكون مذخورة عند الله تبارك وتعالى اعلموا وما تقدموا لأنفسكم من إعطاء الزكاة وسائر الخيرات فهي لأنفسكم لأنها تعود إليكم في الدنيا بالألفة وفي الآخرة بالثواب فتجدون الثواب أو تجدون نفس العمل عند الله تبارك وتعالى فلا يضيع عملكم وفي هذه الآية وما تقدموا لأنفسكم إشارة إلى أن أعمال الخير إنما هي لكي يتزود الإنسان لنفسه قبل قدومه إلى عالم الآخرة العلم بهذا العامر يوجب سكون النفس واطمئنانها وعدم تأثرها بالمشككين من أهل الكتاب وفي الحديث الشريف وما تقدموا لأنفسكم من خير من مال تنفقونه في طاعة الله فإن لم يكن لكم مال فمن جاهكم تبذلونه لإخوانكم المؤمنين تجرون به إليهم المنافع وتدفعون به عنهم المظار تجدوه عند الله ينفعكم الله تعالى بجاه محمد وعلي وآلهما الطيبين يوم القيامة فيحط به عن سيئاتكم ويضاعف به حسناتكم ويرفع به درجاتكم وفي قوله تعالى تجدوه إشارة إلى تجسيد الأعمال أي ستجدون نفس العمل كما قال تعالى وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاظْرًا وفي آية أخرى يوم تجدوا كل نفس ما عملت من خير محظر إن الله بما تعملون بصير فهو عالم لا يضيع عنده شيء يصرف في وجهه ولا عمل يؤتى لأجله وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين